بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على فرق مستقيم نازيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافرون لقد هقى الغول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعلاقهم أغلالا أغلالا فهي إلى الأغقال فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سزدا ومن خلفهم سزدا فأغشينا لهم فهم لا يبصرون وسباء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخسروا الرحمن بالغيب فبسروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أوسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا مثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلا وما أنزل الرحمن من شيء من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إن لا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم فإن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجر وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقدون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمات بربكم فاسمعون قيل دخل جنة قال يا ليت قوم يعلمون بما أغفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنسلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين يا كاد إلا صيعة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرور لأنهم إليهم لا يرجعون وإذا كل لما جميع لدينا محورون وآية لهم الأرض الميتة أحجيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون ثم على الذي خلق الأسراد كلها مما تنبتوا الأرض ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق من منها وفإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى آبك العوج للقديم للشمس ينبغي لها لا تذرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغلقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمدا مننا ومتاعا إلى حين وإذا قيل له اتبقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رسقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا للذين آمنوا أنطعموا وما لو جشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفر بالصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينصلون قالوا يا غيلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محورون فاليوم لا تغلب نفس شيئا ولا تجسون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائق متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أول منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم الذي كنتم توعدون إسرواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخدم على أفواههم وتقلم على أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لدرصنا على أعجرهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لوسخاهم على مكانتهم فما استطاعهم ضيا ولا يرجعون ومن نعمره نمكسه في الخرق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذل الله لهم فمنها ركوبهم ومنها يأبنون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دور الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون لنصرهم وهم لهم جود محورون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نثفة فإذا هو خصيم مبين وضربنا مثلا ورسي خلقه قال من يحجي العظام وهي غمين قل يحجيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخور نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بنا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له لكم فيكون فصبحان الذي بيده ملكو تقول لشيء وإليه توجعون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر